شئ تاني اعرف عدوك مهم جدا انك تفهم العدو مع مين بتتحارب عادة بيقضوا وقت طويل حتى يعرفوا لغة العدو كيف بيفكر التكتيك والاستراتيجية بتاعة العدو العدو اللي منتعامل معا احباقي عدو الشرس شن حرب شعواء ضد كنيسة الله حرب ضارية وضروس حرب عنيفة يريد ان يدمر كنيسة المسيح فالعدو هو الشيطان المقاوم المشتكي على الاخوة المجرب يقول عن الكتاب الكذاب وابو الكذاب كان ذاك قتالا منذ البدء عنيف السارق لا يأتي الا ليسرق ويذبح ويهلك هذه صفات الشيطان له اعوان فالشيطان هو رئيس مملكة الشياطين له اعوان مراتب صلاطين اجناد الشر الروحية وكل واحد بيعمل بموقع عن طريق الارواح النجسة الشريرة سواء ارواح العرافة والسحر ارواح الكذب والغواء ارواح الخوف ارواح الشهوة والزنا ارواح اللعنة اللي بتحل بسبب سفك الدم وهكذا الغضب والحزن وكل هذه الامور اللي بيعمل حتى يحبط الانسان ويدمر الانسان لكن المسيح قال ابن الله جاء ليدمر مملكة العدو مملكة الشيطان بيعمل عن طريق الخوف بخوف الناس يعمل عن طريق الابتلاع فهو يجول كاسد زائر ملتمسا من يبتلعه يعمل عن طريق الغربلة يريد ان يغرب المؤمنين يعمل عن طريق الاغواء والشهوة والغواية هذا الشيطان يعمل بكل المستويات وبكل الطرق فنبغي ان نعرف العدو حتى ندرك التكتيك والاستراتيجية كيف نحارب